ينضم لنا الآن من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي محمد العمامي أستاذ محمد مرحبا بك معنا إذن من المتوقع أن يفوز السيد أبو بكر بعيرة برئاسة مجلس النواب الجديد إلى أي مدى سيتمكن هذا المجلس على الرغم من الشرعية التي يحظى بها بإعادة الأمن والاستقرار والهدوء إلى ربوع البلاد أولا المساء الخير أعتقد أن هناك الكثير سيقوم بهذا البرلمان باعتبار أن خيرة خبراء ليبيا ورجالها هم الذين نجحوا ووصلوا إليه يعني المؤشرات الآن تشير إلى تصدر الدكتور أبو بكر بعيرة أبو بكر بعيرة من رواد الإدارة في العالم وهو أكاديمي متميز أضيف إلى ذلك أنه أول من نبه إلى خطورة الاستعجال بتأسيس المؤتمر الوطني واقترح أن يكون هناك توافق فيدرالي حتى لا تضيع البلاد ما بين أطماع قصدية وسياسية والواقع هذا ما فعل فالدكتور عنده فيجن رؤية مستقبلية وأيضا معظم الذين نجحوا وصل الانتقابات نعول عليهم كثيرا وأعتقد أنهم سيعبرون بنا هذه النفق المغلقة ولكن اليوم هناك على ما يبدو أكثر من سلطة في ليبيا هناك سلطة منتخبة ممثلة بهذا المجلس هناك الآن أكثر من سلطة الأمر الواقع ممثلة بالمسلحين على الأرض في مناطق عدة في بنغازي في طرابلس وغيرها كيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين وهل سنشهد صراعا بين هذه السلطات في الفترة القادمة العالم كله كان ينتظر في سلطة شرعية تمثل الليبيين تمثل تمثيلا حقيقيا وليس مثل ما كان يحدث في المؤتمر الوطن العام وبالتالي العالم لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يدور الآن من هذا التطاحن وهذه الحروب التي وصلت إلى الشارع الليبي التي طالت الإنسان البسيط في بيته وبالتالي العالم لن يتخلى ولازم يتدخل بطريقة أخرى كل ما هناك كانوا يطلبون بجسم يتفهمون معه يحكون معه الآن صار لنا جسم وصار لنا تمثيل يمثل ليبيا كلها وبالتالي أعتقد أن هذا التناحر وهذا القتال سيصل إلى حد معين وينتهي وهذه الأشياء حصلت في عدد من الدول التي حينما قامت دولاتها كانت خالية من البنية الأساسية أو البنية التحتية لما سقطت دولة القذافي لم يكن هناك أي مؤسسات لا أمنية ولا إدارية وبالتالي هذه الفوضى كانت منتظرة الآن لديكم برلمان مسلح بالشرعية في وجه جماعات مدججة بالأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها كيف ستتم هذه المواجهة؟ هذه المواجهة ستتم زي ما تفضلت لقيت لك العالم كله يريد أحد يتفهمها أحد يمثله فعلا عندما تحكي أنت مع أي جهة كانت نحن لازم تفهم من الطرف الذي على حق هل هذا الطرف أو هذلك الطرف الآن أصبحت سلطة مستقلة تمثل الناس وستقول على ننجهارا نهارا من المعتدي من الظالم ولكن حتى الآن المجتمع الدولي لم يتدخل مع أنه كان لديه الفرصة لتدخل في ليبيا ما الذي يجعلك تعتقد بأنه سيكون هناك ضغوط من المجتمع الدولي اليوم؟ لم تكن هناك سلطة فعلية لا في مجلس الوزراء الموقت ولا في المؤتمر الوطني العام الحقيقة كلنا نعلم بما حدث من مهازل وبالتالي أي دولة لا يمكن تتعامل مع مؤتمر كالذي كان عندنا نعم أستاذ محمد بالأسف في المطار قاطعك سنتوجه مرة أخرى إلى طبرق شكرا لك الأستاذ محمد العمامي الكاتب والباحث السياسي الليبي كان معنا من القاهرة الآن